اشتركوا في القناة من بين كامل المنشورات ومختلف الهاشتاغات التي تتصدر التراند على منصات التواصل الاجتماعي نختار لكم دوما أبرز ما تفاعلتم معه لكن المؤكد أن هذا الأسبوع كان بعنوان كنوز الجزائر ضمن التصنيف العالمي من تراثها الثقافي ومناطقها السياحية وحتى أبنائها الذين رفعوا عالمها عاليا لكن قبل ذلك سنتحدث عن أبنائها الذين يؤكدون ثبات موقفها تجاه القضية الفلسطينية البعثة الطبية الثانية المكونة من سبعة أطباء والتي حلت بغزة في مهمة إنسانية للتكفل بالجرح والمصابين جراء العدوان الصهيوني بعد أسبوعين بالقطاع تخلى لهما إجراء فحوصات طبية وعمليات جراحية مستعجلة إضافة إلى تدريب وتكوين الأطباء الشباب عاد الوفد الطبي إلى أرض الوطن هذا الأسبوع أين حظوا باستقبال مميز في المطار يعكس نبل مهمتهم الإنسانية كما نشاهد بالطبع في هذه الصور التي تم إعادة نشرها عدة مرات في مختلف منصات التواصل الاجتماعي تعليقات الإشادة والفخر والشكر للبعثة الطبية كانت كثيرة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي جمعنا لكم ثلاثا منها أول تعليق من سارة على اليوتيوب تقول تقبلوا الله جهودكم وجهادكم وأبلغكم مقاعد الصديقين أعلم أنكم لم تتمنوا العودة قبل رؤية فلسطين منتصرة لكن ضمدتم جراحهم وخففتم ألمهم ونقلتم معاناتهم نفتخر بشجاعتكم وتضحيتكم يا أبناء الشهداء ثاني تعليق من حرية ديلمي تقول أهلا بالأبطال الذين تعطروا بعبير الشهداء وأرض الكرامة بارك الله في جهودكم وتقبل جهادكم ورباطكم أنتم فخرنا واستقبالكم الغفير أكبر دليل على فخر الجزائريين بإنجازكم إلى آخر تعليق جاء من لوليا تقول هكذا هم أبناء الجزائر للنداء ملبين خاصة إن كانت فلسطين الغالية اللهم النصر والحرية لمسر رسولنا إياكم والتغافل والنسيان والسكوت فالقضية الفلسطينية ليست لأهلها فقط بل قضية كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى تراثنا المادي وغير المادي الغني والثري والمتنوع من جنوب إلى شمال جزائر ومن غربها إلى شرقها ودعونا نتوقف في شرقها الذي كان الحدث هذه المرة هذه الأزياء النسوية التي نرها في هذه الصورة الجميلة تم تصنيفها في قائمة اليونسكو التي أضافت ملفين جزائريين أولا ملف تصنيف الزي النسوي الاحتفالي للشرق الجزائري ضمن التراث الثقافي غير المادي للبشرية هنا في هذا الملف والثاني ملف تصنيف ثاني مشترك مع بعض الدول العربية حول الحناء وتقوسها لكن التصنيف الأول الذي عرف تفاعلا منقطع النظير وانتشارا في مختلف منصات التواصل الاجتماعي جاء فيه إدراج عدة عناصر جزائرية مهمة وأهمها هي القندورة وكذلك الملحفة إضافة إلى القفطان والقاط والقوية وبعض الأكسسوارات من الحلي الفضي والذهبي كخيط الروح والمحزمة والجبين والسخاب والمسايس وغيرها على كل الملف متواجد في الموقع الرسمي لليونسكو لمن يريد الإطلاع عليه والتعرف على تفاصيله بالطبع نجاح الجزائر في إدراج هذا الموروث الثقافي في قائمة اليونسكو لحمايته من السطو عرف استحسانا كبيرا من طرف روادي مواقع التواصل الاجتماعي الذين علقوا بكثرة على هذه المنشورات والصور والفيديوهات التي غزت المنصات أول تعليق معنا هو من عدلان الطاهر يقول بلدنا فعلا قارة يحق لنا التباهي بموروثنا المتنوع والغني وواجب علينا الحفاظ عليه والسعي لتصنيفه في قائمة التراث المادي واللا مادي للبشرية حملة استرجع تراثك أتت بثمارها شكرا لجنود الخفاء في كل أركان الوطن وخارجه خصوصا المؤرخين الثقافيين ثاني تعليق في الموضوع جاء من بلال على منصة اليوتيوب يقول الجزائر عندها أدل قوية عن هويتها وثقافتها وعاداتها تصنيف اليونيسكو لهذه الألبسة التقليدية هو دليل آخر فالملف مسجل تاريخيا وبأدل علمية وتاريخية لمؤرخين ومدينة قسنطينة وحدها تتكلم عن التاريخ أقدم عاصمة في إفريقيا سيرتا بالتعليق هو من نهال ليندا عمار تقول ظهر الحق وزهق الباطل حسم الجدل الذي خلقه فقراء الهوية ممن يحاولون سرقة تراثنا ويتجملون بموروثنا أصلا أكبر دليل على جزائرية القفطان هو تطريزه أقدم طرز في القفطان اسمه الفص الزيري وهناك آخر يسمى نص الزيري نسبة للجزائر نجده في كل الملابس الجزائرية من قندورة والقاط والقويت والكراكو وإلى آخره التاريخ شاهد والصور القديمة موجودة واليونسكو توثق من جمال وتنوع تراثها إلى جمال طبيعتها الذي ثاق حدود الأرض ليصل هذه المرة إلى المريخ ذلك الكوكب الأحمر الذي تتم فيه دراسات معمقة بحثا عن المياه على سطحه من خلال تحليل مناطق تحيط فوهة جزير والتي قسمت لمناطق صغيرة كانت تحتاج لأسماء مرتبطة بتراث ثقافي وتاريخي على كوكب الأرض فتم اختيار أسماء حضائر وطنية جزائرية لتشكل جزءا من تاريخ كوكب المريخ حضيرة التأسيل ناجار التي تحتوي على أكثر من 17 ألف موقع أثري وأجمل غروب شمس في العالم حضيرة جرجرة كتلة جبلية وغابية بتنوع طبيعي وحيواني لمثيل له وأخيرا حضيرة الغوف المشهورة بشرفاتها المنحوطة في الصخور وقلعها ذات النمط المعماري المحلي قد تتسألون كيف تم هذا الإنجاز التاريخي الفضل في ذلك يعود للبروفيسور نوردين مليكشي عالم الفيزياء بوكالة الناس الأمريكية الذي اقترح أسماء الحضائر الوطنية تخليدا لهذه المعالم في الكوكب الأحمر ردا لجميل بلده وفضله عليه نشاهد ماذا قال حول الموضوع اليوم أنا سعيد للغاية بمشاركتكم خبر وضع أسماء حضائرنا الوطنية جورجرا وتسيل ناجر وغوفي على كوكب المريخ أود أن أضيف أن هذا الاقتراح قمت به أيضا لأشكر كل من ساهم في مجيئي إلى هنا ولأكون ما أنا عليه اليوم وأقصد الجزائر بالتعليم الذي تحصلت عليه بجامعة هواري بومدين ببابزوار وبثانوية عبان رمضان وبثانوية مدينة اثنية التي نشأت بها وكل الناس المحيطين به من أصدقاء وجيران هذه طريقة لأشكر كل هؤلاء الذين يشكلون محيطي شكرا لسفير المريخ على هذا التخليد في أعظم المشاريع العلمية إلى تعليقاتكم لنتعرف على كيفية تفاعلكم مع مختلف المواضيع خاصة هذا الموضوع المهم جدا بالنسبة للترويج لمختلف الحضائر الوطنية أول تعليق هو من شفع فريد على الفيسبوك يقول فخر كبير أن تطلق أسماء على مناطق في المريخ بأسماء جزائرية بمثل هؤلاء الذين حملوا الجزائر في قلوبهم نفتخر سفير المريخ لم ينس كيف يرد المعروف لبلده وأوصلها للعالمية مفتخرا بانتمائه وولائه لبلده الجزائر يحمل في قلبه حب الجزائر أينما كان ومهما كان كل الناس يعيشون في أوطانهم إلا الجزائر تعيش فينا ثاني تعليق من كمال على اليوتيوب يقول الجزائر عظيمة كعظمة اسمها ثروة طبيعية وتنوع بيولوج عظيم حضارة وتراث من ذهب لا يزول ولا يحول مهما مر الزمن ومهما مر الأعداء والكائدين فأسماء مدونها تدون حتى في كوكب المريخ بسبب جمالها وعراقتها أرجوكم حافظوا على وطننا وعلى كل ذرة من هذا الترابي الظاهر ثالث تعليق من عائشة تقول ما أجمل أن تكون جزائريا والأجمل أن تفتح خريطة المريخ فتجد أسماء الجزائر موزعة في مناطقها تتذكر الذكريات الجميلة والمناطق الساحرة لتوأمة المريخ بكوكب الأرض هذا ترويج عالمي للمناطق الجزائرية الطبيعية الساحرة نواصل الحديث عن أبناء الجزائر الذين رفعوا علمها في المحافل الدولية كل بطريقته كل بإنجازه هذه المرة للحديث عن إيمان خليف صاحبت أغلى ميدالية ذهبية في الأولمبياد والتي فازت داخل الحلب على منافساتها وخارجها على منتقديها فتصدرت الصحف والمجلات العالمية لأشهر لكن يبدو أن شهرتها لم تنتهي بعد فقد اختيرت صورة احتفالها بالفوز ضمن الصور الأبرز لسنة 2024 حسب شبكة سي أنان الأمريكية وذلك تخليدا لأهمية الحدث الذي شكلته والفوز الذي حققته بعزيمتها وقوتها وتحديها بالطبع إلى التعليقات بالطبع العديد من التعليقات حول هذه الصورة التي أعيد نشرها عدة مرات في مختلف المنصات أول تعليق من جويدة على منصة إكس تقول تستاهل إيمان كانت ملهمة لملايين الناس عبر العالم من كل الأجناز والأعمار الله يوفقها في كل حياتها ثاني تعليق من نور الهدى تقول انتصرت على كامل منافساتها ثم انتصرت على من تكالب عليها صارت أيقونة الملاكمة لهذه السنة برزت في عالم الموضة والشهرة وشاركت في الأعمال الإنسانية كيف لا تكون أبرز رياضية لسنة 2024 آخر تعليق معنا هو من محمد يقول على منصة التكتوك هذا التصنيف يدل على أن العالم الذي هاجمها في البداية اعترف بأحقيتها في التتويج في النهاية لا يمكن أن ننكر أن إيمان خليف كانت حدث السنة عزيمة من فلاذ وقصة قد تكون ملهمة للعديد من الشباب أن أفضل رد يكون بالفوز إلى هنا مشاهدين الكرام نصل إلى ختام عدد اليوم من برنامج فولورز الذي جمعنا لكم فيه مختلف التفاعلات والمنشورات التي أعدتم نشرها وتفاعلتم مع مختلف الهاشتاغات التي جاءت تحتها ونتنسوا أن تتركوا دائما أثرا على الصفحات الرسمية للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري على هذه المنصات حتى نعرضه لكم على برنامج فولورز الأسبوع المقبل بحول الله إلى ذلك الحين ابقوا في أمان الله إلى الآن